عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى القاهرة بعد ترأسه وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد ثمانية نيابة عن رئيس عبد الفتاح السيسي كان رئيس مجلس الوزراء قد تناول في كلمته أمام القمة التي عقدت بتونس عددا من الموضوعات الاقتصادية كما عقد سلسلة من اللقاءات على هامش القمة وفي مقدمتها اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني عبر تقنية فيديو كونفرنس